الطلاق يختلف عن الخلق في الأسباب أولاً إن الطلاق ليعدة أسباب يعني مثلاً إن الزوج بتعدى على زوجته بالضرب أو الزوج هجيرها لمدة ستة شهور فأكثر أو إنه هو مسافر خارج البلسانة فأكثر أما الخلق فهو سبب وسبب واحد بس اللي هو إن الزوجة بتبغض الحياة الزوجية مع زوجة يعني هي مش عايزة تايش معا تاني خلاص الأمر استحكم إنها خلاص مش قادة بتعيش معا تاني لكن الطلاق للضرر بيبالوا أسبابه وأسباب كتيرة لا حصلة لها منها مثلاً برضو عدم الانفاق يعني لو الزوج ما بنفقش على زوجته منها الخصاء أو الأمراض الجنسية أو خلاف وكل دي بيكون أسباب للطلاق للضرر الحقوق بقى بتختلف في الطلاق للضرر عنها في الخلق المطلقة بتستحق نفقة عدتها وبتستحق نفقة المتعة وبتستحق مؤخر الصداقة نفقة العدة دي حالتك بتقدر بثلاث شهور من النفقة اللي هي بتتحكم للزوجة بها نفسها تقدر بثلاث شهور دي نفقة العدة نفقة المتعة أقل لمدة لها 24 شهر بالإضافة لمؤخر الصداقة اللي هو منصوص عليه في عقد الزواج وده طبعاً بتبقى الزوجة عرفها عشان بيبقى مكتوب في أسيمة الزواج بالنسبة للخلق بتتنازل الزوجة عن نفقة عبدتها نفقة المتعة ومؤخر الصداقة لأن الخلق ده بإرادتها هي بإرادتها هي آه تمام فهي بتروح أول جلسة حضرتك وبتتنازل عن الثلاث حاجات دول المؤخر ونفقة العدة ونفقة المتعة لازم